اهلا بكم في مطبخينو يارب كلكم تكونوا بخير هنعمل النهاردة بسبوس الجوز الهند بطريقة ومقدير بسيطة جدا رحتها وطعمها تجنن اللي هيدوق منها حتة هيبقى نفسه يخلص السينية كلها في الاول هنعمل الشربات الخفيف كوباية من السكر على كوباية من المية وبعدين هنحطوهم على النار لجاية لما السكر يدوب ويبتدي يغلي اول ما يبتدي يغلي هنضيف معلقة كبيرة من عصير اللمون وهنسيبه يغلي على النار الهدية لمدة تقريبا خمس دقايق وبعدين هنسيبه يهدى واستريح حبل ما نخلص الكيكة هنحط اربع بيضات عليهم بكوين اتنين من الفانيليا معلقة صغيرة من الخل وكوباية من السكر هنضربهم مع بعض كويس قوي لمدة دقيقتين او تلاتة ممكن بالايد وممكن بالمضرب الكهربائي بعد كده هنضيف عليها كوباية من الزبادي كوباية الزبادي دي بتساوي متين وخمسين جرام ثم ت雨 هنضيف كوباية سميد البسبوسة او السميد الناعم وهنقلب خلط كويس قوي لج związée لما يختفي بعد كده هنضيف كوباية من الدقيق هننخلها على الخليط بالتدريج شوية بشوية مع التقليب لغاية لما تخلص كلها الكوباية دي بتسيو مية واربعين جرام وطبعاً بفكركم ان كل المقادير دايماً بتبقى مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو بالكوباية وبالجرام آخر كوباية بقى فضلة معينا كوباية جوز الهند المبشور وبعدين هنقلب كويس قوي لجاية ما جوز الهند يمتازك تماماً مع خليط الكيكة كده خلاص خليط كيكة البسبوسة او بسبوسة جوز الهند بقى جاهز معينا فضله بس نحط عليه باكل بيكينج بودر نقلب كويس قوي وبعد كده هنفضيف الصينية الصينية اللي معينا مدهونة بالزبدة ومرشوش عليها رشة من الدقيق ومقاسها بيساوي 30 في 22 سنتي او حاجة قريبة من كده المهم ان هي تبقى في حدود 30 في 22 سنتي عشان يطلع صمك الكيكة حلو جميل بعد كده هنفضي فيه العجينة بتاعة البسبوسة او الكيكة وهنسويها كده او هنهز الصينية كده كويس علشان كلها تبقى سوى واحد وهندخلها فرن سخن على حرارة 180 درجة لمدة تقريبا نص ساعة لغاية لما وشها يتحمر وتأكد ان هي استود اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة هنسقيها بالشربات بعد ما هيدي شوية ما بيبقاش ساعة قوي لكن ممكن يكون دافي سنة ونسيبها لغاية لما تتشارب الشربات خمس دقايق كده وبعد كده هنزين وشها بجوز الهند بالطريقة بقى اللي تعجبنا ما اقولكوش بقى رحتها فظيعة اول ما بتطلع من الفرن ليها ريحة واول ما هتقطعوها وتدقوها هتلاقوا ان طعمها بجد يجنن جربوها وان شاء الله هتعجبكم لو جربتوها من جمالها مش هتبطلوا تعملوها وزي ما شفتو كمان سهلة جدا ومقدرها بسيطة كلها كباية 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 وفي نفس الوقت كمان نتجدها مضمونة اي حد اول مرة حتى يعمل كيكة هتطلع معاه نجحة جدا وفي منتهى الجمال يارب يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل وللسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة